الذكرى لم تكن ذكرى لحديث عن رجل مضى وإنما للحديث عن رجل غرس فسقى هذا الغرس أنبت على المستوى التربوي على المستوى الفكري على المستوى الحركي نموذجا جديدا يصل الأمر بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزمن الفريدي الخالدي الذي به بنيت هذه الأمة الذكرى السادسة ذكرى استمرار وذكرى بلوغ الآفاق واستشراف مستقبل هذه الأمة إذا درسنا بعض كتبه ومنها كتاب العدل نجده رضي الله عنه ورحمه أنه يتحدث عن الوقائع وعن الفتن التي تعيشها الأمة الإسلامية وكأنه يراها مع العلم أن هذا الكتاب قد كتب منذ سنوات طويلة في الزمن الماضي الذكرى السادسة ترنو إعادة جمع من فرط في الأمة فإذا كانت الصحبة والجماعة قد انفرطا فكانت الصحبة عزلة فردية يعيش المؤمن الصادق لكي ينجو بنفسه ويخلص نفسه وحده وكانت الجماعة حركة عرفة حرافات كثيرة في تاريخ المسلمين وتباعد الأمر فإن أس التجديد الذي جاء به الإمام المرشد رحمه الله هو إعادة الجمع الوثيق ما بين الصحبة والجماعة ولذلك في وصيته دعا وطلب من المؤمنين بعده أن يدعو أن يمسك الله وحدة الصحبة في الجماعة كما يمسك السماوات والأرض أن تزولها الناس يسمعون هذين المصطلحين ويعتقدان أنهم مصطلحان قديمان في تاريخ المسلمين وفكرهم نعم المصطلح قديم ولكن الجمعة وإحياء معاني هذا المصطلح هذا أمر جديد أكاد أقول لا حياة للأمة في القرن الخامس عشر الهجري بدون الجمع ما بين الصحبة والجماعة شرايين حياة تعيش بها الأمة في هذه الفتن التي جاءتها من كل حدب وصوب ذكر رحمه الله في وصيته أن برازخ الموت لا تمنع الصلة ولا تحبس الصلة فالصالحون من عباده إذا انتقلوا إلى الدار الآخرة يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعد يستبشرون لأنهم يرون وهم في البرزخ من أعمالهم ومن إنجازاتهم ومن صبرهم لا شك ولا جرم أن الله سبحانه وتعالى يتم نعمته علينا نسأله ذلك ونرغب في ذلك ونتبت على ذلك نحن بعده صحبة في جماعة مشروع يعيد بناء الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة